بالأمس كان هناك باخرة بتحمل علم التركي وبتبحر في البحر المتوسط اعترضتها سفينة تابعة لقوة أوروبية بتراقب حركة الملاحة في البحر المتوسط وأوقفت السفينة وبدأ التفتيش للسفينة التركية وكان الشك إنها بتحمل شحن السلاح سيتم تهربها إلى ليبيا ومن هنا كان الباخرة ألمانية تابعة لقوة مبثقة من الاتحاد الأوروبي وهنا حدث شد وجذب حدث خلاف ربابنت السفينة التركية رفضوا التفتيش حدث احتجاج تركي سريع واتصالات تركية على أعلى مستوى مع الجانب الألماني ومع الاتحاد الأوروبي زي ما حدثكم شايفين دي محاولات التفتيش وكأنها يعني خناءة داخل الباخرة التركية القوة الألمانية بتفتش تنينيق الأتراك رفضين في سلاح في بطن الباخرة من المتوقع زي الألمان ما قالوا أنه هيتم تهريبه إلى ليبيا وده هيضعف الموقف التفاوضي في ليبيا وهينسف عملية السلام اللي كانت موجودة في المقام الأول في ألمانيا وكانت ألمانيا راعية لهذا الاتفاق وبرأبوا الملاحة في البحر المتوسط لمنع الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات إلى آخره وكذلك تهريب السلاح دي واحدة من الضربات الأوروبية للقرصنة التركية تركيا بتمارس قرصنة في عرض البحر المتوسط بتواجهها وتجابهها سفينة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي لكنها ألمانية دي صور من داخل السفينة أهو قدام حضراتكم وفي عملية توقيف وعملية تبض على مجموعة من داخل الباخرة لأنه تمت عملية التفتيش تمت يعني وفقاً للاتفاقية لكنها بالقوة أيضاً ده استشعرت تركيا المهانة واستشعرت تركيا الإهانة فقدمت مذكرة احتجاج سريعة أهو واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير الاتحاد الأوروبي وسفير إيطاليا والقائم بالأعمال الألماني وسلمتهم مذكرة احتجاج على محاولة تفتيش سفينة تركية بالمتوسط بحثاً عن أسلحة متوجهة إلى ليبيا دي لكن العلاقة بين أردوغان وبين أوروبا علاقة بيكتنفها الكثير من الغموض علاقة صعبة جداً والحليم فيها حيران محدش فاهم الراجل معه ولا ضد بتحب ولا تكره وففت bleibt من الخرم علاقة ساعدارة اتلالها علاقة بواصل وففت الل macro دهاب